وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحم بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أب الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء السلام عليكم معالي الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأيضا أنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكرام وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا اللقاء ويجعله خالص لوجه الكريم وأن يرزقنا التيسير والتسهيل والتسديد والتوفيق في القول والعمل نعم بارك الله فيكم نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال وهذه الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج إذا أذنتم لنا هذا الأخ من ليبيا يقول الفتن تؤثر على الأفراد والمجتمعات وهي طريق للاختلاف وكذلك التنازع بين الناس يسأل يقول ما هي حقيقة الفتن وكيف يتق ذلك المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا سؤال مهم لا بد من طرحه وطرقه وبيان الحقيقة فيه ولذلك فإن الفتن خطرها عظيم وشرها جسيم وهي تفسد على الناس أديانهم وعقائدهم وما ينعمون به من أمن وأمان وطمأنين وكذلك تخل بكل ما يكون له أثر إيجابي على الفرد والمجتمع وهذا ظاهر وبين وجلي عندما يستقرر الإنسان التاريخ ويعرف الحوادث ويدرك الوقائع والنوازل التي كانت للفتن فيها صولة ولدعاتها جولة الأمر الذي معه كانت النتائج السلبية والمفاسد والمخاطر ظاهرة ومعروفة ولذلك فإن الفتن جمع فتنة والفتنة هي الابتلاء والاختبار سواء أكان في أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة ولذلك فإنه يمكن أن يطلق على الفتن بأنها ما يعرض على الإنسان أو ما يعرض للإنسان من الشبهات والشهوات والهواء لتفسد عليه دينه ودنياه وآخرته ولذلك قال مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله تعالى لا تجيء الفتن لتهدي الناس وإنما تجيء لتقارع المسلم عن دينه ولولا أن يقال لي يوم القيامة لما لا قتلت فلان أحب إلي من أن يقال لي لما قتلت فلان وللفتن أوصاف ونعوت متعددة ومعلومة ومعروفة فهي تأتي متزينة ومتجملة كما أنها تذهب بالعقول والأحلام وهي في بداية أمرها لا تبين ولا تظهر ولكنها في النهاية وعندما تنكشف الأمور يتبين خطرها وضررها ومن هنا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل جاهل وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سنانه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين يدي الساعة الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال الكذب والقتل قالوا يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن قال لا قال لا ليس المقصود قتلكم المشركين ولكنه يقتل بعضكم بعضا فيقتلوا فيقتل الرجل جاره ويقتل خاله ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا يا رسول الله سبحان الله وعقولنا معنا قال لا بل إنه ينزع عقول أهلي ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وهو ليس على شيء ولذلك لا بد من الحذر من الفتن وكل مروج لها بأي أسلوب وطريق ومهما كانت المبررات والدواعي والدوافع لأننا إذا لم نقم بذلك ولم نعمل على تحقيقه على أرض الواقع فإنها ستدب إلينا وستؤثر علينا وتفسد ما ننعم به من أمن وأمان وطمأنينة واستقرار وألفة ووحدة وغير ذلك مما أفاء الله به علينا من هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والشواهد والوقائع والحقائق والوثاق التي تدل على أن الفتنة بكافة أنواعها وأشكالها إذا دخلت في أي مجتمع أو خالجت نفس أي فرد ذكرنا أنثى كانت صارفة وحارفة له عن كل خير وفضل موجودة ومعروفة وإن من العواصم من الفتن هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا حقق الإنسان هذه العقيدة وعبد الله عز وجل من خلالها وقوى صلته به عن طريقها فإن الله سبحانه سيحقق له الأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا يحفظ ويحافظ على عقله وماله ونفسه وعرضه وماله بل حتى على تكملياته وتحسينياته وفي الآخرة ينجو من العذاب ويزحزح منه ويدخل الجنة وهذا هو مرغوب ومطلوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة أما العاصم من قواصم الفتن أيضا الثاني فهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والدليل على ذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث حديثة بن اليمان ذلك الحديث العظيم الذي يسمى حديث الجماعة والإمامة وحديث الفتن عندما سأل حديثة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد أفوه فيها قال قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهنا تأتي حصافة وذكاء حديثة بن اليمان رضي الله عنه الذي يريد المنجى والمخرج من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم يقذفون كل من أجابهم إليها فيها وهم دعاة الفتنة وأربابها والمنادين بها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرني أن أدركني ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا شافيا كافيا منجيا من كل الشرور والمخاطر ومن أي أمر قد يلحق الإنسان بسببه أي أدى صغيرا كان أو كبيرا فما بالنا بما يخص مصلحة الأمة والوطن وكذلك ما يجب علينا تجاهما تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فإنك إن فعلت ذلك فسترى الخيرات تترى وستعد عن الفتن وكل من ينادي بها وستكون أمورك بإذن الله تعالى من خير إلى خير وهذا معروف ومجرب أيضا من الموانع من الوقوع في الفتن هو الدعاء الدعاء بأن يجنب الله الإنسان الفتن ما ظهر منها وما بطن كما تبت ذلك في الحديث الصحيح المخرج عند الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وفي آخر الحديث قال فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا نعوذ بالله من النار فقالوا نعوذ بالله من النار ثم قال قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال قولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثم قال قولوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال فقالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفي الحديث الصحيح الآخر عن أمنا أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه بأن يتعوذوا من الفتن وما ظهر منها من بطن في أدبار الصلوات ومن أيضا المانع والحاجز والعاصم من الفتن هو السمع والطاعة لولي الأمر من غير معصية الله عز وجل هو السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى المقصود بأولي الأمر هنا هم ولاة الأمر والحكام والأمراء الذين يتولون أمر المسلمين ولذلك جاء في الحديث المخرج عند الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابدهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة وفي الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أخذ علينا السمع والطاع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان ومن العواصم أيضا التي تصد وترد الفتن هو لزوم غرز العلماء والصدور عنهم في كل الأحوال والتحولات وخصوصا فيما يعنوا ويحدث في هذا المجتمع أو ذاك وأيضا للأفراد فإذا وقع للإنسان حادثة أو نازلة أو رأى أمرا فما عليه إلا أن يذهب إلى هذا العالم المحقق أو ذاك ويسأله عن هذه المسألة فسيعطيه الجواب الأصوب والأشمل والأكمل فيسير في أمور دينه ودنياه على هدى وبصيرة ويوفق إلى الطريق السليم أيضا من العواصم من الفتن هو التحذير منها وبيان خطورتها وشرها فها هو عبد الله بن مشعود رضي الله عنه يقول أخاف عليكم فتنا كالدخان أخاف عليكم فتنا كالدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت جسده وها هو أيضا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول إياكم والفتن فإنه لا يشخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن إنها تقبل مشبهة وإنها تقبل مشبهة وتدبر تبين فإذا رأيتموها فاجتموا في بيوتكم وقطعوا أوتادكم وكسروا سيوفكم أيضا من العواصم مما يتعلق بتأثير الفتن هو البعد عن الشائعات وكذلك ما يروجه أعداء الدين والدولة والملة مما يريدون ويقصدون من خلاله إفساد النعم وتفريق الناس وإثارة الغل والحقد بينهم بطريقة أو بأخرى ونحن نرى ذلك ظاهرا وبين فيما يلوكونه ويحوكونه ويشيعونه ويذيعونه بطريقة خبيثة شيطانية يريدون منها أن يوجهوا هذه السهام المسمومة المسنونة المحدودة إلى صدور أبنائنا وبناتنا في أي صقع من أصقاع هذه المعمور وخصوصا أبناء وبنات هذه البلاد المباركة ولذلك فإن الله عز وجل يقول في هذا الشأن محذرا من الشائعات وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويقول سبحانه وتعالى محذرا من مرضى القلوب ومن المفتونين بأشائعات وكذلك الإرجاف والانتحال والإفطال والنفاق لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد من رب العبيد سبحانه وتعالى حتى لا نسير ولا نحيد عن الطريق الصواب إلى مثل هذه الطرق التي ينادي إليها هؤلاء الأشرار الذين لا يريدون خيرا لا بالمسلمين ولا بالمسلمات ولا بما يتفيأون ظلاله من النعمة أيضا من العواصم التي تكفينا شر الفتن هو الحذر من وسائل التواصل الإجتماعي أو الإعلام الجديد التي يدمج فيها كل شر وسوء وأفكار متطرفة غالية إرهابية أو إنحرافية سلوكية تجدها قد وجهت إلى كل إنسان لا يدرك الخطر ولا يعرف الضرر الأمر الذي معه لا بد أن ينهض الرجال والنساء من العلماء وطلبة العلم والأساتذة والمدرسين والدعاة بواجبهم تجاه ملئها ودمجها بما يفيد وينفع حتى يكون لهم مطأة قدم ومكان في هذه الوسائل الأمر الذي معه يقل أو ينعدم خطر أولئك الذين يريدون بنا السوء وهناك أيضا وسائل وأساليب متنوعة وكثيرة كلها تسير في هذا المسار لكن أختم بمقولة لأحد الأئمة الأعلام عندما سئل عن الفتن وبأي شيء يقضى عليها فقال أطفئوها بالتقوى أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبرك الله فيكم أيضا من التوجهات النبوية لزوم البيت وغل ذلك أمساك اللسان في حال الفتن لا شك أن المسلم مطالب بأن لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا خيرا والمسلم عندما يريد عليه خبر من الأخبار أو أمر من الأمور هو بين ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر فيه نفع وفائدة متيقنة فليقوله وليدعو إليه الحال الثانية أن يتردد ما يسمعه المسلم وما يريد أن يقوله بين الخير والشر فهذا لا بد أن يبتعد عنه ولا ينشره ولا يشيعه ولا يذيعه ولا ينطق به الحال الثالثة أن يكون ما سمعه ويريد أن يقرره شرا محضا فيحرم عليه أن يتكلم به أو يدعو إليه ولذلك جاءت النصوص القواطع والبراهين الصواطع من الكتاب والسنة محذرة من القول بلا علم أو أيضا أن يتولى الإنسان كبرا كلام قد يكون مزلقا خطيرا وأثره شر على نفسه وأسرته ومجتمعه فالله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهذا توجيه إلهي واضح بأن الإنسان يجب عليه أن يلزم نفسه وأن لا يحدث أمرا مهما كان هذا الأمر صغيرا أو كبيرا وهو لا يعلم كنهه ولا مقصد مطلقه والمنادي به ومن هنا جاء ذلك الحديث الصحيح الذي بين به النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الكلمة يلقيها الإنسان ويطرحها لا يلقي لها بالة يهوي بها في النار سبعين خريفة نسأل الله العافية والسلامة ورأى المعاد بن أبي جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسكا بلسانه فقال يا معاد عليك هذا فقال يا رسول الله أولا نحن مؤاخذون بما نتكلم به قال تكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ثم أعلم أخي المسلم وأخت المسلمة أنك إذا أسأت بكلام أو فعل أو أي تصرف فإن هذا سيزيد في سيئاتك في سيئاتك وكلما ابتعدت عن ذلك وكان كلامك ينطلق من منطلقات الكتاب والسنة وعلم سلف هذه الأمة وأنك لا تتدخل بما لا يعنيك فإنك ستكون موفقا ومسددا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الطريق لا بد أن نسلكه ونحققه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي الحديث أيضا المخرج عند البخاري ومسلم في صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أحسن الله علي الشيخ وبرك الله فيكم تطرقتم إلى شيء من الشائعات وهذا الأخ محمد من اندونوسيا يقول يسأل عن الشائعات وخطرتها على المجتمع وخاصة في وسائل الاتصال الاجتماعي الشائعات هي داخلة في ما يتعلق بالغيبة والنميمة ولذلك فإن حكمها من حكم هذه الكبائر وخصوصا إذا كانت تتناول الأعراض وهتك الأستار أو الحديث بالناس على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصاتهم حكاما أو محكمين علماء وطلبة علم أو عامة الناس فإن إثم هذه الشائعات وما يترتب عليها من المخاطر معلوم ومعروف ولذلك لو عرفنا سبب نزول قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإن ذلك سيكون دليلا لنا إلى البعد عن الشائعات ونقلها وإذاعتها وترويجها بأي طريق من الطرق فإن هذه الآية نزلت في أقوام من الصحابة منهم بعض من يجهلون الأمر ومنهم المنافقون كانوا إذا سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر خير أو غيره ذهبوا يطلقونه ويتحدثون به فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ومعلوم حال بعض هؤلاء الجهلة وما يقصدون قد لا يكون لهم قصد سيء وإنما لمجرد الكلام ونقل الأخبار أما المنافقون فقصدهم خبيث سيء كما هو معلوم سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي عهد من العهود الماضية وفي زماننا هذا معلوم ما يريدون وما يستهدفونه من الشر لأهل هذه البلاد وكذلك فإن الشائعات إذا تتايع فيها الإنسان وأصارت ديدنه ويقضي فيها جل وقته فإنها ستؤدي به إلى المخاطر والمهالك وبالتالي يقع ضحية وفريسة لها وخصوصا ما يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي جدت وحدثت مثل الاستجرام والفايسبوك والواتس أب والإنترنت وغيرها مما هو موجود وما سيظهر في المستقبل فالواجب علينا أن لا نستغل ونستثمر هذه الوسائل والأساليب إلا بما يعود علينا بالنفع والفائدة في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا وأن نحذرها كل الحذر فيما يؤثر على عقيدتنا أو منهجنا أو كذلك فكري أو أبناء هذه البلاد أو تلك وكذلك أخلاقياتنا وسلوكياتنا لأننا إذا بينا هذا وعلمنا هذه الحقيقة فإننا سنكون بإذن الله تعالى من المنتفعين بها الموجهين لها توجيها صحيحا وهذا هو المطلوب من الجميع فيما يتعلق بما تملأ به هذه الوسائل أعني وسائل التواصل الاجتماعي وأن نبتعد كل البعد عن تلك الأمراض المعدية والنيران المحرقة التي يروج لها ويشيعها ويذيعها أعداؤنا عبر طرق وأساليب مختلفة يقصدون منها الإساءة إلى ديننا وبلادنا وكل خير نتفيأ ظلاله أحسن الله عليكم معالي الشيخ السليمان هذا السائل يقول معالي الشيخ ما هي كفارة النذر إذا لم أستطع أن أوفي به الله عز وجل امتدح المؤمنين الأبرار الذين يوفون بالنذر ويحرصون عليه وجعل ذلك ثناء عليهم فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقد ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري وغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولذلك فإن للعلماء في هذه المسألة قولان القول الأول أنه إذا نذر معصية أو أمرا لا يستطيع الوفاء به فإنه لا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويبتعد عن مثل هذه الأمور التي نهي عنها القول الثاني أن عليه كفارة يمين إذا لم يستطع أن يفي بنذره لما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع أداء الحالات الثلاث الأول أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبرك الله فيكم ونحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ سليمان بن عبد الله أبو الخيل بارك الله فيكم هذا يسأل يقول ما تفسير قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما معنى هذه الآية وتفسيرها أن الله عز وجل يعفو ويصفح عن من ارتكب المعصية سواء كبيرة كانت أو صغيرة إذا كان ذلك عن جهل منه وعدم معرفة بأنها معصية وأنها محرمة عليه وذلك بشروط التوبة المعروفة التي هي الندم على ما فعله من معصية وكذلك العزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية ثم أيضا الاستغفار لله عز وجل حتى يتوب الله سبحانه عليه وأيضا يرزقه النصحة والخيرة وكل ما يكون معينا له عن البعد عن المعاصي نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة حفظكم الله هذا السأل يقول معالي الشيخ سليمان حفظكم الله ابنتي تعطيني زكاتها أوصلها لمن أعرف من المحتاجين وترفض أن أعطيها لزوجها رغم حاجته الماسة فهل لي دفع هذه الزكاة لزوجها دون علمها جزاكم الله خيرا الزكاة تخرج للأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وإذا كان الإنسان الذي يريد أن يخرج المزكي زكاته له ممن تجب عليه نفقته فلا يجوز له إخراجه له وأما والسؤال كما ذكرتم فإنه يجوز لها أن تخرج هذه الزكاة دون علمها ما دام أنه فقيرا ومحتاجا ولا تجب نفقته عليها أحسن الله إليكم هذا السأل يقول معك خالد زوج أختي توفي بعد رمضان بأسبوعين رحمه الله وكان مريض في شهر رمضان المبارك وأفطر مدة خمسة أيام وكمل باقي شهر رمضان المبارك صائم تسأل بارك الله فيكم بعد وفاته هذه الأيام التي عليه لم يقضيها من يقضيها عنه إذا مات الإنسان وعليه صيام وخصوصا ما يتعلق بالفرض الذي هو رمضان فإنه يصوم عنه وليه فالأقرب فالأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المروي عن أم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه لكن إذا لم يستطيع أن يصوم لأي عذر من الأعدار فإنه يخرج عن كل يوم طعام مسكين وتبرأ ذنمة هذا الميت أحسن الله إليكم أيضا وإذا بادر أحد من أقربائه للصيام عنه فإنه بإذن الله تعالى مأجور الحمد لله جزاك الله خير يا شيخ هذه السائلة تقول زوجي وضع لبنتنا حساب في البنك بإسمها مودع فيه فلوس للزمن والاحتياج وعلى طول العام نسحب منه وهو نحو سبعين ألف ريال هل فيه زكاة؟ إذا حال الحول على هذا المال وكان نصابا فإنها تخرج الزكاة عنه حتى يقل ويصل إلى أن لا يكون عليه زكاة من خلال النصاب أمي وأبي توفاهم الله سبحانه وتعالى أقوم بذبح أضحية لأمي وأشرك فيها والديها وذبح أضحية أخرى لأبي وأشرك معه والديه مع العلم أنهم لم يوصوا بذلك بل من البر بهما وأنا ولله الحمد قادرة ماديا على ذلك هل العمل هذا صحيح أم لا؟ الأفضل لمثل هذا السائل أن يضحي عن نفسه ويشرك أهل بيته وأمه وأبيه الميتين في هذه الأضحية لكن لو فعل ما ذكر من أنه يضحي عن والدته وأقربائها ووالده وأقربائها لا بأس بذلك وهو معدود من الصدقة التي يؤجر عليها أيضا هو من البر الذي يلحق الوالدين بعد موتهما أحسن الله عليكم معالي الشيخ سلمان يقول السائل الوالدها كبيرة في السن ونعم كبيرة في السن وضيع ذاكراتها تسألنا عن أشياء ونضطر نكذب عليها لمصلحتها هل علينا شيء؟ لا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال وخصوصا في هذه المقامات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن يزني ويسرق لكنه لا يكذب والكذب عاقبته وخيمه وشره خطير وهو يقود صاحبه إلى النار والعياذ بالله بل عليهم أن يلاطفوها وأن يتكيفوا مع وضعها وأن يتعاملوا معها برفق وأن يحنوا ويرفقوا بها بقدر المستطاع لأن هذا واجب عليهم وهي في حالة تستدعي ذلك والله عز وجل يقول وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخفض لهما جناح الذلي من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير ربكم أعلموا بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور آيات بينات وشواهد قواطع لا بد أن نعمل بها وأن نتعامل مع والدينا من خلالها ولذلك ابتعدوا عن هذه الطريقة وهذا الأسلوب وكونوا واضحين صاريحين وبالطرق الشرعية التي يمكن أن تقنعوا بها والدتكم هذه لما تريده أو تسأل عنه نعم علي الشيخ مدام أنكم تحدثتم عن بر الوالدين هذا الأخ من السويد ولكن قد يكون الوقت دهاما ولكن هذا لا يمنع أن يكون ختام لهذه الحلقة يسأل يقول بر الوالدين يعني يقول بعض المجتمعات قد لا تكون مدركة لعظم بر الوالدين ويحصل النقص والتقصير لذلك بل يحصل ما هو أبعد من العقوق والبعد عنهما وإن كانوا بحاجة لهما مع كبر سنهما ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم بر الوالدين أمر عظيم وشأنه عالي ومنزلته كريمة عند رب العباد لأن الله سبحانه وتعالى قارن برهما والإحسان إليهما بطاعته فقال وقضى ربك أن لا تعود إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل وأبعد من ذلك أن الإنسان إذا كان مسلما فيجب عليه بر والديه وإن كان غير مسلمين غير مسلمين لكنه لا يطيعهما فيما يدعوانه إلى الإشراك بالله عز وجل أما في بقية الأمور فعليه أن يبرهما ويقف معهما ويرحمهما ويعطف عليهما كما قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذا أيضا أمر واضح جلي وقال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فهذا الأمر يغيب عن كثير من الناس وخصوصا الذين يعشون في مجتمعات لا تقوم بهذا الحق وليس بينها ترابط قوي سواء بين الأبي والأبناء والأم وأبنائها ذكورا أو إناثا الأمر الذي معه الحكم الشرعي لا يختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال إذا كانت تشهد عليه نصوص الكتاب والسنة ولا بد من أدائه والقيام به فعلينا أن نرعى ذلك وأن نعرف حقيقته وأن نعمل من أجل تحقيقه على أرض الواقع وأن نقوم ببر والدينا جميعا أو أحدهما إذا كان الآخر متوفي بل يلزمنا أن نبرهما بعد موتهما كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ولا تشغلنا الشواغل ولا تلهينا اللواهي عن هذا الأمر العظيم لأنه كما تدين تدان وإذا بررت بأبيك وأمك فإن أبنائك سيبرون بك والرحم كما قال صلى الله عليه وسلم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصالني واقطع من قطعني وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصر رحمه ومن المعلوم بل المتيقن منه أن أصل البر هم الوالدين ولذلك فإننا ندعو الله عز وجل أن نكون ممن يضر آباءهم وأمهاتهم سواء في حياتهم أو بعد مماتهم وأن يوفقنا للقول الرشيد والعمل السديد وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك واكلنا وإياهما بعنايتك ورعايتك والبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافي واطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة اللهم جازهما خير الجزاء وأعظم جورهما وارفع درجاتهما وثق الموازن حسناتهما جراء ما يقومان به من خدمات جليلة وأعمال كريمة عظيمة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصدهما من الحجاج والمعتميرين والزوار والطائفين والركع السجود والتالين لكتاب الله والذاكرين والداعين له سبحانه وتعالى اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع مانوياتهم وقوي عزائمهم اللهم سدد سهامهم ورميهم اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وشهدائهم اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا وفوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاع عافي اللهم فرج همومنا وهمومهم ونفس كروبنا وكروبهم واستر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم وبشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا وافتح لنا ولهم أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والسعادة والطمانينة والسرور وأن نكون بسعة رزق وأحسن حال في كل أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إن نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءة نقمتك وجميع صختك اللهم إن نعوذ بك من الهم والحزن وعجز والكسل والجبني والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الكرب ويا مجيب المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم أرحمني والمشاهدين والمشاهدات الكرامة اليوم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضى وخشتك في الغيب والشهادة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسنتنا من الكرب وأعيننا من الخيانة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أن نسألك الأنسى بقربك ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينوا واجعلنا المتقين إمام اللهم أن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والولد اللهم أن نعوذ بك من الأهواء والأدواء والأمراض وسوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو أيماك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامحو حوبتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ربي زدني والمشاهدين والمشاهدات الكرام علما وفقه وفهما وإدراك وحكمة ويقين وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق ونجعل ذلك في ميزان حسن عتكم آمين أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي لاختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوة مع ضيفنا الكريمة علي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أب الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا هذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرجين وكذلك من الزملاء هنا وهناك شكرا لكم أيها الأحبة ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر